أكد رئيس مجلس الوزراء مستفى مدبولي أن الدولة تبنت المشروع قومي لتطوير التعليم إيمانا منها بالأهمية القصوى لملف التعليم تأكيد جاء خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة تطوير مناهج رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية حتى الصف الرابع الابتدائي وخلال الاجتماع أضف مدبولي أن الحكومة تسعى جاهدة لتنفيذ التكلفات الرئاسية لتطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل المتزيدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت بالفعل في تطوير المناهج التعليمية تبعا وشهد الاجتماع عرض خطة تطوير مناهج الصف الرابع الابتدائي حيث تمت الإشارة إلى أن مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم بتطوير مناهجها الدراسية الوطنية بشكل يضمن الاستمرارية والبناء على مكاسب التعلم ترجمة نانسي قنقر